بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير? آآ بازن الله النهاردة الفيديو بتاعنا اعتقد ان هو يهم كثير مننا. آآ نقول الاول كده بنسمي بسم الله. عندنا يا حبيبي آآ الجاكت ده كان بتاع آآ ابني. وطبعا القطر بتاعه آآ ده جاكت جلد ويمبطن من تحت. فكان مشكلة عندي ان انا افتح البطانة من جوه وخيطه. فكان ما هيبقى صعب علي او اوديل حد. فانا فكرت بفكرة كده. اتمنى تشاركوني في معاها بازن الله وايه? وتعجب حضراتكم. الاول ننظف كده الخياطة القديمة هنعمل خياطة من فوق من آآ وش آآ آآ الجلد كده. وش الجاكت تمام? ونشوف هنعمل فيها ايه? نشيل اي زيادات خياطة عشان ما نيجي الخياط ما تبانشي. اهان. دي كانت مشكلة عندنا كتير جدا. ان احنا ازاي نخيط الجاكت ده من غير ما يبان ومن غير ما يتبهدل مننا. والجواكت اللي هي مبطنة دي بتبقى مشكلة شوية. عشان البطانة بتاعتنا. انا طبعا جايبة خيط آآ مهوش لون الجاكت خالص طبعا سياد. حضراتك طبعا. آآ هتختار الخيط اللي هو مناسب ليه اللون الجاكت او اي قماش هتستخدميها تخياطيها فهيبقى نفس اللون عشان طبعا ايه? ما يبانش خالص فانا عشان الفيديو بس آآ عامل لون مخالف عشان ايه? عشان حضراتكم تشوفوه. هنسبت كده من تحت. انا طبعا عقدة الخيط اهو. بسم الله. هنيجي هنا في الجنب اليمين ده. وناخد غرزة كده. تمام? وفي الجنب الشمال هناخد غرزة. بنفس الطرقة دي كده. اهان. معلش عشان الجاكت آآ غامق. ممكن الصورة تبقى ماش واضحة. بالطرقة دي كده. وهنا هناخد غرزة. ويادي تكون الغرز آآ مش بعيدة قوة عن بعض. علشان ايه? عشان ما تبانش. وهنا. هناخد غرزة كده. دي طبعا تنفع في خياطة اي جزء ايه? مقطوع عندنا. بالطرقة دي كده. اهو. واحنا ماشينا على طول. ع نفس النزام ده كده. نفس آآ الجزء المقطوع هنا. والجزء المقطوع في ايه? في اليمين. بالشكل ده كده. وبنراحة جدا عشان ايه? ما نبهدلش الجاكت. طبعا انتو عارفين انجواكت الجلد تبقى ما تستحملش. بالشكل ده كده. اهان. وهنا هنخيط كده. على امتداد الغرزة اللي فاتت على طول. ما نبعدش كتير. علشان نبقى الخياطة متينة وايه? ما تفكش مننا. بالطرقة دي كده. نبنخد كده على الوش يا جماعة. اهو. وش الجاكت طبعا ايه? ما كناش نحلة باننا هنعمل حاجة زي دي. هتبقى مريحة لنا جدا. نحسن ما تودل حد طبعا. بتعود يستني يوم ويومين. بالطرقة دي كده. اهو. بالشكل ده. نقربنا الاخر لبزء المقطوع بالطرقة دي كده. اهو. بالشكل ده. وهنا. اخد كمان غرزة كده. اخد كده. وهنشد الايه? هنشد الخيطة بتاعتنا بالراحة خالص. طبعا ممكن تبقى ايه? بينا لحد ما علشان بسيه طبعا ماش باينا خالص اهيه. بالطرقة دي كده ماش باينا. وهنيجي في الاخر خالص. ممكن نقوم خليني تقبرة ونستقبلها من جوه خالص. ونقيه? ونسبت من جوه. بالطرقة دي كده. الطرقة دي اهان. ونسبت من جوه. بنسبت في البطانة بقى من جوه خالص. تمام? ونقطع الخيط عادي. بسم الله. بالشكل ده حبيبي. اهو. بتحالك مشكلة ايه? اي قطع عندنا جواكد جلد او اي قماش ما لابس تكون مقطوع عندنا. بالمنظر ده كده بنخاطب نعال ايه? نعالوش اهي. بالمنظر ده. اعتقد ان هي ما يشبينة فالص حتى هو بالخيط اه اه ما وشت لنا الشاكت وبرضو ما هيش باينا الحمد لله. بالطرقة ده كده حبيبي. ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان يناقل اعجاب حضراتكم. اه بتنسونيش من التعليقات والتفاعل في القناة. حتى يوصلك كل جديد. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.